أهلا بكم أكد النادي الفيصلي رفض اتحاد الكرة للاستئناف الذي تقدم به من أجل الحصول على الرخصة الأسيوية التي تؤهله للمشاركة القرية وقال سالم أبو قاعود رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي أنه بالرغم من إجراء تسويات مالية مع اللاعبين والمدربين الذين تم إصدار أحكام لصالحهم لاستكمال متطلبات المعيار المالي الخاص بالاتحاد الأسيوي إلا أن القرار جاء برد الاستئناف وأضاف أبو قاعود أن الهيئة المؤقتة للفيصلي تسعى جهدة ندى لجان الاتحاد الأسيوي للبحث عن آلية لتقديم استثناء من القرار نظرا لجماهريته ومشاركته الجيدة في بطولات الاتحاد الأسيوي قبل المواجهة التاريخية مع نادي الجزيرة خاطب نادي الرمثة اتحاد كرة القدم رسميا لاستقطاب طاقم حكام من الخارج لإدارة هذه المباراة المحامي عوني الزعبي رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الرمثة كشف أن هذا الطلب يأتي استجابة لرغبة جماهير الرمثة قبل المباراة المصيرية والتي ستحدد بطل الدوري لهذا الموسم يذكر أن الرمثة يكفيه التعادل فقط لتحقيق اللقب الغائب عنه منذ موسم 81-82 للموسم الثامن على التوالي احتضنت رمال رام ماراثون رم الدولي والذي أقيمها على مدار يومين متتاليين التفاصيل في هذا التقرير سيطر عد أولى من العام على المراكز الأولى لمراحل ماراثون رم الدولي الثامن الذي انطلق من بلدة الطيبة في لواء البترة إلى ودي رم بمرحلة الألتر ماراثون لمسافة 84 كم والتي شارك بها 22 متسابقا من 13 دولة عربية وأجنبية العداء الملازم محمد النواصر من فريق الأمن العام حل أولا مقاطعا مسافة 84 كم بزمن 7 ساعات و 51 دقيقة و 41 ثانية فيما أحرز الأردني حذيف عكاوي والقطري خميس لخليفي المركز الأولى للفرق بزمن 8 ساعات و 24 دقيقة و 18 ثانية وأكمل على الدولة من العام سيطرتهم على مرحلتي السباق لمسافة 21 كم و 10 كم إذ حل رأفة زبون في المركز الأول لسباق 21 كم فيما احتل المركز الأول لسباق 10 كم لعب فريق الأمن العام إذ حل أولا عبد الحافظ خليفة بزمن 39 دقيقة و 38 ثانية الماراثون الذي شهد مشاركة نسائية من مختلف الدول تسيد نتائجه لاعبات الأمن العام لمرحلتي 21 كم و 10 كم إذ حلت ناهد البوات أولا على فئة النساء بسباق 10 كم وزميلتها صبرية لمردات لسباق 21 كم الماراثون الذي شارك به 104 متسابقين من 13 دولة من بينها الأردن شهد منافسات محمودة بين المتسابقين الذين أنهوا السباق في أجواء تنافسية مثيرة وفرت لها مديرية الأمن العام كل سبول النجاح وفي القتام قام شرحبي الماضي نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتسليم الكؤوس للفائزين وتكريم المشاركين في الماراثون الذي شارك فيه أحد المتسابقين المكفوفين من الأردن أقامت جامعة آل البيت سباق اختراق الضحية لذكور والإناث في حرم الجامعة والذي بلغت مسافته 4 كم لذكور وكيلو مترين للإناث وبحسب المنظمين فقد شهد هذا السباق صعوبات في الإعداد بسبب قلة الجاهزية البدنية للطلاب بالمقارنة بالأعوام السابقة بسبب تدعيات جائحة كورونا بدورهم عبر المشاركون عن سعادتهم بخوض هذا السباق بعد انقطاع دام لأكثر من عامين بسبب الجائحة يلتقي فريق الأهل والسلط عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء في مباراة نهاء كأس الأردن لكرة اليد وتقام المباراة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب ومن المنتظر أن تكون قوية ومثيرة في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين وكان فريق الأهل قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه في الدور قبل النهائي على فريق يرموك الشونة فيما فاز الصلط في نفس الدور على فريق كفرنجة